المسافي على إيافام أحلى راديو عدد سلامات وإن شاء الله ربي يرحمنا ويسترنا الناس الكل نعرفه اللي السحب الركامية هذي يا راهي تخلف رياح وتخلف أمطار غزيرة أحيانا مرفوقة بالبردة ونعرفه شنية تطورات الوضع الجوي هل أنه مزننا نستنعه أمطار ولا لا الوضع ما بدأ أيا يقول أنه مازالت الأمطار مازالت الأمطار اليوم العشية وممكن في الأيام القليلة القادمة لكن قبل هذا بش نمشيوا بيكم لسفيقس نحكيه على وضعية شهدتها سفيقس حادثة بليتو شهدتها مدينة سفيقس في الليل وتحديدا منطقة الناصرية البيرح في الليل جريمة قتل العثور على جثة شابة في العقدة الثالث من عمرها في منطقة الناصرية تفطنولها الأهلي بعد انتشار رائحة كريهة في المنطقة هذا اللي يخلى الناس البيرح تتلم قدام العمارة اللي موجودة فيها الجثة وإحنا بش نحاول ناخذ أكثر تفاصيل ممكنها مع صديقنا الناشط عفوا صديقنا الناشط في المجتمع المدني زياد ملولي مباشرة المنصفاقس زياد صباح النور صباح الورد صباح النور تحية ليكو سامة وتحية كافة متنمعية مرحبا زياد دونك البيرحة شفنا اللاييف متاعك على الفيسبوك كنت موجود على عين المكان دوبا سمعت الناس وسمعت الأهالي وتنقلت سيارات الإسعاف وسيارات الحماية للمكان بعد العثور على جثة في عمارة في منطقة النصرية مبدئيا كيفاش تم التفطن إلى الجثة هذي والله احنا كيما معناتها تعرف أي خبار يهبط في سفيقس دونك أنا كنت هبط للكازينو عنا تثناء تهيئة الكازينو وكل هبطينا وفديا كان معايا في القروب هين يحامي دكار كينا جيتنا كل بيبليكاشون الآن جاني متقتل في في سفيقس في عمارة في سفيقس دون عمارة نعرف الاسم متاحة توجهنا ديريكت باش نتأكدوا بيانشور خطر ما نقبلوا خبار كان من منتأكدوا وكانوا حتى الأمن أغبطنا البلاسة الحماية المدنية قينا تجمهر اللي السكان اللي موجودة غاد كرهبت اللي البلدية الحماية المدنية والأمن بيانشور نتوق البلاسة ووضفق لي هو دونك بينشور احنا كي يبدأ الأمن والحماية وكي الجمهورية وكل ما تجمش معناتها تدخل كنا ننقلوا تصورة من بعيد معناتها نتبعوا بشوية بشوية أفضل من بعيد تقول اللي السيد معناتها العمارة هذية معناتها مولاتها مش موجودة تكريها مكرية دار تفطنوا الجيران بالريحة لأن الجثة تحلت معناتها مدة ثلاثة ولا أربع أيام عندها ثلاثة ولا أربع أيام معناها وهي موجودة الجثة وما فيقوا بها الأهلي لما تحلت وخرجت معناها ريحة كارية بانسير معناتها كما قلنا تشيرتول في منطقة النصرية برشة عمارات تكون فيها يعيادات طبية معناتها شركات ما فيش برشة بلايس معناتها السكانية فما متمركزة في الشيرة الأخرى دكار وقت اللي تتقلقوا من ريحة كلموا جاء البانهم معناتها كلموا الأمن و جاءوا اكتشفوا معناتها اللي فما وجود الرايحة الرايحة هذه تلعام من جثة متعفنة كيفش تم اقتحام المكان هل هو شقة ولا دار ولا بالضبط وهل تم نقل الجثة على عين المكان بالوقت معناها نحن خلطنا رادي على نقل الجثة بعد ما معناتها بالأمن والمعناتها التحقيقات والمسؤولين اللي معناتها متكلفين بالجريمة الكل معناتها اخذاء والتقارير متاحهم بعد تم النقل متاحها هفتت قدام الناس الكل حمال مدنية بالليماسك متاحهم بالأكسيجين وهزوها المستشفى الجيمة يحدي بورجيب فمش تفاصيل على القتيلة مبدئيا نحن نقوله جريمة قتل لأنه هذا المتداول وهذا اللي خذيته وانت على عين المكان زياد الجثة ما كانتش معناها نقول واحنا معناها توفيت في ظروف طبيعية أكيد تحمل أثار جريمة قتل هل تأكدنا المعلومة هذه ولا والله معناتها كما قلنا سورس أوفيسيال كسوة من أمن ولا من معناتها كما قلنا تحريات لأن تعرف كي تلقى جريمة إذا بيك ما تعطيش اللي ديتايل كل باش اللي حتى تتفهم بالجريمة متاعه ما يبعدش ما يهربش معناتها يجب يكون ترتاح ما فيقو حد لكن وقت اللي تتكشف العملية لكن للأسف بعد أربع أيام معناتها واضح أنه الدار مفكرة ما يجي البال حتى حد اللي فيها جريمة دونك اللي سمعنا أنه فما معناتها فما شكون أحكي على عملية ذبح فما شكون على قتل لكن يضمن كل شهاد شهادات متاع الناس اللي بدور غادي فما شكون معناتها موز ذبح طعنة في الرقبة معناتها اللي عادي احنا نقوله مبدئيا طعنة في الرقبة حسب شهود عيين شايفوا الجث اللي شايفوها وقت عبطتها الحمال المدني مفكرة معناتها ما شايف حتى هما الوحيدة تركاها معناتها عند القوات الأمن والحمال المدني هما اللي معناتها كما قلنا بعض مسالة وراجوا هزوا الأكسجين والمتيارات وهذا الكل كما قلنا احنا نثوره كما شفته وقدم العربي كل من بعيد ما الدخل ما ما قلناش كل حد يخدم خدمته احنا نقلنا انه فما حاجة كي نبا نورمال فما حمامة مدنية فما جريمة تحكي عليها فما وكيل جمهورية دونك هيك هو معناتها مبدئيا في عدم توفر المعطيات الكافية حول الجريمة هذية فما برش اخبار قاعدة دور على عدد من الصفحات في جهة السفيقس انه الجنات نجموا يكونوا من جنسية اجنبية يعني قاموا بالجريمة هذي وغادروا المكان بما ان الجثة عندها 3-4 عيام وهي موجودة غادي في حالة تحلل اكيد انه الجاني قام بالهروب ما نعرش الجنات تمش تحديد الشبهة وين وصلت الابحاث على الاقل حتى الشارع العام في سفيق شنو اللي قاعد يحكي خاصة العبادة اللي قريبة من مكان الشقة هذي ويتعرف وثيما للأسف ديما احنا فما اللي يستثمر في المصائب متاع الناس حتى اللي هبطت صورة متاع انسانة مسيق طفلة جون ويسديقتي الله يرحم اللي هي ما يشتورتها لتم اتعرف عليها حتى حتى دون فهي تهم معناتها الاخرى شقيقة الهنان وغادي البلاسة يكريو فيها برشا عباد يزورونا لنا لكن هذي الرواية التنفالي انه ما هيش الدار مكرية للعباد معناتها الجنسية هذن ما ليش بد ذا كيف جنسية اخرى يمنية معناتها هناكي ندخلوا في الحكايات كل يقول ويهبط معناتها بكسر جيم وبكسر البرتاج لكن الفيرسيون الوحيدة تلقاه معناتها عند الامن انه الجنسيات ولا الكل ما زال ما تحدث حد شيء معناتها الامن يقعد يخدم في خدمته يلزم معناتها كان ينصب كمين كان بيش يشوف وبينسو الكاميرا تكون تخلق واحد وتو يجيبوا للجونات تشكل هما وان شاء الله الطفلة ربي ظهر حقها ربي يرحمها قبل معناتها يحكيوا ان الطفلة في الثلاثينيات من العمر معناتها مزециرة مزالة شابة صغيرة يرحمها وان شاء الله ربي ظهر حقها وان شاء الله هی الاشكال متاع الجرائم معناتها اللي وصلتها تهتذ معناتها إم السبلات كانلا معناتها فم حتى حفلات فم اللي ممشيش لحفلة معناتها بفجعة شاتبات قتلت في منطقة حية معناتها في الصيف دونك إن شاء الله ربي بعض البلاعة منها في الكل وإن شاء الله هي ذلك حقها وإن شاء الله دول الأمن معناتها يعطي الحيثية الكل وإن شاء الله نشوف ونحن نهاريخر على طبز لجونيت هدو ما كشو سواء من تونس ولا خارج تونس إن شاء الله يا زياد نرجع لك إذا كان فهم أي تفاصيل متوفرة في قادم الساعات وقادم الأيام أكيد إنه بش نسمعوا رواية رسمية بيانتو على الأقل نعرفوا شنية تفاصيل الجريمة وين كانت الطعانات شنية حالة الجثة وبالطبيعة الحال بعد تعميق الأبحاث مع صاحبة المنزل تعرف هي على الأقل شكون كريت الدارة ذيكا وشكون اللي كان موجود فيها وقت الجريمة وهكي كان نجمه نحصر الشبهة في الجونيت الحقيقيين ونبعد وننفيه كل الشائعات لقاعدة دور في مدينة السفاق إن شاء الله ربي ظهر حقها وشكراً مرة أخرى زياد ملولي على كل التفاصيل الممكنة والمبدئية على الجريبة هذه اللي هي إلى حد الآن مزالت ما تشفتش على أسرارها إن شاء الله نرجع لك زياد في تفاصيل أخرى دونك إحنا بش نخرجوا في فاصل قصير وش نرجع مع الجيهان اللي زيدة عندها برشا أخبار ومتفرقات حصرية ما تسمعوها كان في صولات وجولات مع جيجي بعد شوية إنتما تسمعوا في بوس المسافي على إيافام أحلى راديو إيافام أحلى راديو لحديش و19 دقيقة مازلنا مواصلين في رحلتنا وفي برنامجنا حتى لما دي ساعة أتوجي بحثينا الجميلة جيهان جيجي في صولات وجولات مع جيجيات وين بيش تهزنا اليوم أنا راو كي تدخل علي جيهان نعرف اللي فما أخبار عمري مريدها وعمري ما سمعت بيها وكالمتفرقات اللي بالحق في عالم المشاهير وفي عالم الفنانين ما تنجم تجيبهم وتعرفهم كين جيهان صباح النور أعيش كوسيمة سبح الخير سبح النور سبح الورد منور كالعادة يعيش كوسيمة السعفي بش نحكيه على حاجة شفتها في انستغرام وعجبتني برشا الفنانة من العمارة من العمارة خرجت وحكيت قالت حكية دارت ونا ما تكلمتش عليها على الموضوع متع الفنان القادير محمد جبالي عبتت فيديو في الموضوع عبتت فيديو تسند في محمد جبالي قالت محمد جبالي نحبه برشا قالت الناس الكل تعرف محمد جبالي تعرف أخلاقه أما فيما حاجات تغلط وألا غالب شو تقصد حاجات تغلط ما تحدش بالضبط شنو موقفها أنا حسب ما فهمت معناها الكلمة اللي فهم حاجات تغلط يمكن عليك الحكاية تعل فيديو ويت اللي دارت أكيد داي على اللغة اللي صار على مواقع التواصل الاجتماعي العبادة اللي قاعدة تعطي في تفاصيل وهي ما هيش فاهمة الموضوع الموضوع يمكن شخص واحد ومن العمارة من مبدأ التعاطف مع زميلها وصديقها الفنان محمد جبالي أكيد إنو بيش تغلط فيديوه موسين دا ليه وهذا حاجة مرينة هيش حاجة هذيك عليش هذيك عليش أسيمة لفتت انتي بهي اللفتة هذية اللي محليها خاطرة ومهم جداً ساعد كل محلوة في وقت هكا يبدأ الفنان يمر بفترة صعبة كما احنا نقوله طوام محمد جبالي قاعد يمر بفترة أسعيبة إن شاء الله ربي يفرج عليه هابط هو زيدا فيديو كان متقلق شوية وقال نعتذر من ولدي اللي كان موجود نعتذر من الجمهور ومش غريب روى على محمد جبالي اللي كلنا نعرفوه ونعرفو أخليقه ومعني العمارة زيدا قالت اللي كلنا في الدومين نعرفوه ونعرفو أخليق محمد جبالي ونعرفو أكثر من الناس الكل محمد جبالي الإنسان من خاطر الفنانين ما بعضهم دي ما احنا نروا دي ما الفنان من بعيد هي قالت أنا نعرف محمد جبالي الإنسان يعطيها صحة منيل وإن شاء الله روى برشة فنانين كيما في مصر كيما في لبنان ومش تعاطف قطاعي معناها مش خطر زميلك وكل بيش تتعاطف معاه ظالما أو مظلوما هو منيل كحكيت قالت أنا نعرف محمد ونعرف أخليقه ونعرف اللي هو راهو ما يوصلش لمثل هذه يعني اللي تابة اللي وصلنا لها متاع فيديوات ومنه ومن غادي وكل ربي يهدي وإن شاء الله الحكاية تيقفل هنا وما ماذا بينا ما نبديوش زيد الميزيد دقيق لأنه المسألة كيحكينا عليها حتى اليوم وهي مجرد تعاطف من منيل العمارة جيست باهية جيست باهية من فنانة أحنا حبيت أوسامي عليش حبيت نحكي عليها على خطر ماذا بينا الفنانين وقت اللي أي حاجة راه ومش معناها حاجة كيما نتاع الموضوع محمد جبالي تنجم مرض تنجم إنسان عنده مشكلة إنسان الكلمة الحلوة بركة راهي ما تعرفش يا أوسامي قدش تهز المورال معنا شفت محمد جبالي كي راه حتى أي زميل من أي قطاع حتى ممثلين حتى الكل كي راه تعاطف حتى جماهير وراو مثاليش كي نكتبو في لي كومنتيخ كلام حلو ربي معاك محمد شيزم يدخلو في التفاصيل أي إنسان يمر بيها كيما قلنا ربي معاك لمصلحة العائلة لمصلحة كنتي وزوجتك وولدك وطالقتك ولا لي هو معناها قديشنا في حاجة للكلم اللي حلو والله يساعدنا فرح إنك يترا حتى دبت كلم حليه رو عنا كلم في تون عطاك يا ربي هدي سركم وكلي كلمك المسيان وكلي إن شاء الله توصلوا الحل وإن شاء الله يتربى في عزكم كالصغرون وإن شاء الله معناها عقبة خير هذي الكلم اللي لازموا يتقال لازموا يتقال وإشان نقول لك أوسامي أحنا حتى في حياتنا اليومية نسهلوا على بعضنا مثلا تاكسيستي في وضع شهة عاركة ويمزيش بكلمة حلوة منه ومن غادي يروي هزك في تقديم المرج خطر الدنيا بتبيعتها هكترا معناها برشة مسؤولية ونسهلوا على بعضنا والكلمة الحلوة ره يتفرح ويعطيها صحة من العمارة وتحية كبيرة للفنان محمد إيجبالي وتحية لك للطاقة الإيجابية اللي قاعدة كل مرة تعطينا هكا والله نمشيوا برشة في البوزيتيف من الناحية الإيجابية نحاولونه أي موضوع نلقوا فيه جانب إيجابي هذك هو اللي همنا المواضيع بكثرة والتنبير بكثرة أحنا مشي لغاية متاعنا هذكا الغاية متاعنا إن هكا نحاولوا نوصلوا رسائل من خلال الحكايات اللي نحكيوهم نمشيوا لعروسة السيف والعروسة والشكون اللي ما حكيش عليها دانيلا رحمة ونصيف زيتون نصيف زيتون نعرف دانيلا رحمة دانيلا رحمة ممثلة مسلسل للموت تفرجت فيه ما تفرجتش فيه أما ريت اللي كان شعرها أحمر شعر أكحل وهي اللي شعرها أحمر أتو سليم دوبا يسمع اسمها طيح حط هنا في الليكرو شنية اسمها هي دانيلا رحمة دانيلا رحمة سليم مزينا رأي لمرأة نجم تحطنا تصويرها في الليكرو وتقط تفرج في تسارو الأخري ونعرف كنتي من عشيق المسلسلات مسلسل الموت كان يخدم فيها مغربي متاعنا متاع الضوء الشهير محمد مغراوي مجال وتحية كبيرة برشا وماشاء الله على الخدمة متاعه وجيوا صوروا في تونس وإذية لفتة بيه اللي تصور في سيدي بوسعيد في الأسواق ومعناها حتى حتى قال المصري سيدي بوسعيد يعطيه صحة مغراوي على خطر هو كان سبب بش أنه يجيوا التاقم العمل شاركت فاطمة سعيدين زي دا فاطمة سعيدين أبضعت في الدور فاطمة سعيدين كان ريتها على محلية تفرج فيها شفت بعض الحلقات بديته ما كملتوش بديت أجزاء مسلسل عالمي لحقيقة دانيلا رحمة عرصت في السيف مع نصيف زيتون مش هيدا الخبر الخبر هذيك سيحكين عليه أما الخبر اللي اللي لعبيت تسائلت بشي قولك عليش على خطر دانيلا رحمة عندها عمل في رمضان إن شاء الله مع شركة الصباح شركة الصباح اللي معروفة على نجمتها الأولى نادي نسيب نجيم ودانيلا رحمة ها كريت ما شاء الله عليها مانيها نجم تخزر الفوق دانيلا مسير سليم شوفنا تصور خريم بيهين فرحانة وقتها نشوفوا الاختيارات نصيف زيتون يال بيه وشوف الرزانة امتيحها هي ونصيف زيتون أربع سنين نغزر عليها لحقيقية أربع سنين وما تشدوا في حتى بلاصة ما بعضهم رغم لي هما أربع سنين ما بعضهم البابرادزي ما كبتاهم في حتى بلاصة رغم لي الناس الكل متأكدين إنهم هما ما بعضهم أما ما شدوش حاجة هاكا محلي هاك فيش ينجم الفناني يغطي ويخبي شوية على حيته سختوه هما زوس فنانين فما 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 برشة فنانين ما يحبوش يعرضوا حيتهم الشخصية على مواقع التواصل الشيماية حاولوا إنه يهربوا من عيون بعض الطفوليين والمتطفلين والبابرادزي اللي نجم ياخد فلهم تصوروا هما في لحظات متاعها ها هكي في مسلسل للموت زي ما وصلوا للعرس على خطر داريو على شمعتهما كما يقول ممكن معناها بالسطرة نقول واحنا بالسطرة قولنتي زعمة دانيلا تجمت فق بلاسة ندينا سيبنجيم عن شركة إصاباح والله أنا حسب مرة ريت هالفتاة في الممثلة هذية في الحلقات اللي تفرج فيهم في للموت قاعدة يعني في دورها ممتازة قاعدة أدائها يعني ممتاز وزيدها تتمطع بجمال لبس بي هو أكثر من لبس بي جميلة جميلة ويعني تحبها الكاميرا تحصها عندها شارم فمني بش ما نتغزلش بها برش عبينصور مارتي تغير وهذا هو إذا هو اللي نجم نقوله به دونك وين وصلنا في حكاية بش نرجع معك شوية بالوقت اللي دانيلا رحمة شوف أنت دي ما لعبت قاسين راهو دانيلا رحمة كانت من أولها ماش مولودة في لبنين دونك جيت عملت مسلسل لبنيني سين رغمال متعرش تحكي معديش وما خليوا ما عملوا فيها رغم ذلك شدت صحيح ونشحت وطوى وليت من الأسامي الأولى في لبنين وقتها باميلا الكيك ما خليت ما عملت فيها المعروفة بجنونها باميلا الكيك هذيك عرفت ما خليت ما عملت فيها وتقلت في لكنتها وعملت عليها دي فيديو رغم ذلك أصر دانيلا رحمة ووصلت وليت عندها مكانة كبيرة في لبنين ولا بخوف اللي هي في أقوى شركة اللي هي شركة الصباح دونك العبيد بديو وكالطنبيراد نادين راحة عليك وكال مش تفك لك بلاستك وصحب صنعتك عدوك ينجموا علش ليه معناها ينجموا علش الاحتكار معناها علش أنه معناها كان هي تكون موجودة نجم نجم الشركة تتعامل معها مزوز نجم الشركة تبدل تغير معناها خياراتها وتختار معناها نجمة جديدة على ذكر هذيل كل نتمنى لتوفيق لدانيلا رحمه أكيد بش يكون مسلسل خطر يجتمع الصباح والجروب مع ممثلة موهوبة كما أنت قلت وسيما ما يكون كان عمل رأع ورأع جدا والحاجة أخرى نحب نقول لك شركة إيجل هي أكثر شركة منفسة للصباح اللي كانت معها دانيلا رحمة دانيلا رحمة كي عملت مسلسلة الموت كان تبع شركة إيجل للإنتاج اللي هي المنافسة الأول لشركة الصباح دانك توا بش نراه معناها المنافسة تحفز راه المنافسة أوليت بين الشركات بين الشركات وبين الممثلين وبين شراه أعمال ممتازة وممتازة جدا المنافسة الباهية في أي دومان مهما كان تخلق تخلق البرودوية تخلق إنتاجات تخلي كل شركة تحاول تعمل إنتاج بقيمة أعلى بستظهر هي خير بنجوم أفضل بإديتاتها فيش خير وكل مرة يختاروا معناها وجه جديد أو برش عباد اللي استنسوا بوتيتر بظهور الندين في بعض المسلسلات وشفناها في برش أعمال اليوم كي تظهر النجمة الجديدة هذي أو إذا كان نجمة نعتبروها جديدة العباد بش يقولوا يلا خلينا نكتشفوا الوجه جديد نعرفوا العباد ديم يحبوا التغيير وتغيير به أو يحتمل يصبح في مصلحة ندين زيدا اللي عندها فترة مش تكرر في نفسها أما بلكش فرصة لها هي زيدا بش تتغيير أخرى مثلا المارينة هيش في الدراما المصرية نادينا نجمة لعل فيها خير للزوز أطراف من دانيلة وشاركت الصباح نمشيه التايم حسن تايم حسن الفنين الراقي الجميل نجموش مغفوش الوسيم بمتياز بدي حظر في مسلسلة متاعه تحت سبع أرض مسلسلة رمضان المسلسلة هذية كل عادة نلقاو ديو يشمع ما بين المخرج سامر البرقاوي وما بين تايم سامر البرقاوي طوى قصة نجاح مع تايم حسن بدي معاه من 2015 من تشيلو وحتى لليوم وسامر مع تايم أنا حبيت نسألك وسامر أنت مع الشلالية الشلة في الأعمال وإلا ديو ما بين المخرج وبطل العمل والله إذا كان فيه مصلحة العمل لكي جي هين أنه لازم أنه العبادة اللي ما تحبش تبدل كما قلوا أحنا فهمت يواصلوا العمل مع نفس الوجوه ولكن في بعض الأحيان مثلا تطلب بعض التغيير هو أفزر فم عناصر قارة وفم عناصر فريابل اللي تجم تدخل وتخرج على كل عمل ولكن إذا كان الديو ناجح لش ما يواصلش معه القاه هو راحته في العمل مع المخرجة ذيك والمخرجة القاه راحته في العمل مع البطلة ذيك وبش يواصلوا سلسلة النجاحات وفلان وفلان من 2015 إلى سنة كذا يخدموا مبعظهم بنجاح وقعدين يحقوا في أرقام ممتازة ونشحين وقت اللي يحسوا بالفشل ويحسوا العباد أنه سيبوه ما عادش ماشي هكا ديوه ذيك وقته يوليو يخموا بوتاتر في التغيير أنا معه كل فكرة تواصل نجاح مدام النجاح ما زال متواصل علش لا علش نبدله معنا يعني فاش قام نبدله نكمله نواصلوا في نفس النجاح احنا في في وقت من الأوقات المخرج التونسي عبدالحميد بوشنيك ما قلت ديوه معنا تحكي عليه برشا أنه عنده الشلالية في العمل عنده الشل الشلة متاع واللي ما يحبش بالعكس أراه ويجا نقول لك أصعب حاجة هي أنك تلقى المخرج والممثل ما بينتهم تناغم سيم البرقاوي دي جاه في انترفيو مؤخرا قال أنا وتايم نفهم بعضنا بالنظرات ما نحتاجش إني بش نقعد طاقتي نحطها في وجوه جديدة تايم يفهمني ما يتعبكش في الخدمة ما يتعبكش وكيما ديما عبدالحميد بوشنيك يدافع على روحه هذا هو اللي يخدم بي عبدالحميد يقول أنا مرتاح معهم وصل حتى يخليهم يرتجلوا وراه عبدالحميد معهم اي 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 يوصل خليهم يعني يرتجلوا يبدلوا نص كما هم يحبوا دوك عنده فيه مثيقة خطر يعرفوش يحب هو ما يعرفوش يحب وهو عنده فيهم ثيقة وعرفهم اللي هو مولاد وابنة مسرح وتحية ليهم البارح دي جاء قابلت لبعض منهم هكا دو بساش في التياتر يسلموا عليهم الكل دونك وعبدالحميد بوشنيك كيد انه مدام عنده ثيقة في اليكيب اذيكا دونك بش يواصلوا معها وداي يور عندي بعض الاخبار اللي تقول انه مسلسل رقوجة اثنين بدي التحذير للتصوير متاعه من عرش نطلقه في التصوير والله ولكن التحذيرات بديت بجدية لتصوير الجزء الثاني ان شاء الله موافقين عمل الممتاز وقايد وقايد يكون الجزء الثاني في قيمة الجزء الأول اللي الناس كل حبوها على قناة نسك وقايد زيدا بش نبدي وراو احنا ماذا بينا طوال وطنية تعلمنا تقول انه شفمش ما ثماش خاطر الوقت راو طوى معناها يزينا مكا لف 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 في اخر دقيقة يتظلم المخرج وللمخرج مبتدأ واول عمل لي وقت اللي موش صحيح الناس الكل بديت تخدم مبتدأ احنا مش لتنا في تونس الوقت راو يجيك قبل شهرين ويبدأ معنا حتى شي للي تصال الله للي تصال الله معناها راهو ماذا بينا راهو يتظلم المخرج ويظلموا ممثلين ولي كيب كيم لا تتظلم ومبعد قال شنية تحصرنا بالوقت البيتجي حاضر ما هوش اخر دقيقة بس يخرج ويطلع البيتجي ماذا بينا نحنا نولي وعلى اقل نخمموا في المشاهد ونخمموا في المخرج ويجي نقول لك حتى المخرجين امتعنا اذا كن يلقوا روحهم تحصروا بالوقت ماذا بيهم ينسحبوا على خطر راهو مسلسل ينجمي يقضي لك على تاريخك الكل راهو تعمل عمل نقولوا احنا عن طريق يومين بالفت تنجم الظر روحك والذر كارير ولا راهو ساعات تحصت بالفت راهو فما برشا مسلسلات اسامة ما كانوش معناها كما ورد وكتاب ولا 27 ولا ورد وكتاب انا تفرجت فيها راهو القصة ما هيش خائبة تحص فما تبلفت واتبلفت هذي كمين من الوقت سين نورمال راهو كما قال الدليل المفتاحي في البودكاست متيحة قعدت في موخي قالت راهو وروا فيها احنا مسلسلت معناها اينا لهنا ما عادش نظلم حتى حد نظلم الوقت والامكانيات دونك طوى مذا بينا كان يعلمونا هكا بشوية كان فما مذا بيكم تحكيونا شبش يصير في رمضة على بكري مجلة الاقتناقات وقراءة السيناريو مذا بينا تخدم على بكري تقرأ سيناريوات هتختار تختار المخرج وخليوها يخدم على راحته صدقني هيفل بن يوسف عمناه لاخدم في وقت قياسي في الوطنية ودي ملوم على الاكترية على التلفزة الوطنية لانه التأخير غالبا ما يجي من التلفزة الوطنية لانه المؤسسات الخاصة هو القنوات الخاصة تشتهد بما اني تخدم على يعني لأهداف ربحية دونك عارفة وتاخذ وقتها وقليل العمالة اللي تتخدمها بزربة نعارفه اللي سوبر تونسي عمناه اللي تخدمها بزربة شوية اللي قبله واحد من العمل قيس شقير اللي كان فيه مولى مسلسل تخدم بشوية زربة لانه الفكرة جيت في اللخر وسيناريو تبدل في اللخر ورغم ذلك كان عمل ممتاز يعني قيس حاجة مزيانة في وقت صغير وفي وقت قياسي ولكن زيد الوقت الصغير نجم يخلي العمل يكون بقيمة ضعيفة وسيئة قدام المتفرجين المتفرج اليوم بعين الناقد اليوم تجمش تعديع اليوم تجمش تعديع ظهرة الخدمة المبلفتة ظهرة وحاجة أخرى بربي أسيمة خلينا نحكو فيها يخي شو بدا معناش مسلسلة تاريخية يخي وين هم المسلسلة التاريخية أروا عنا من أحسن لأبيد اللي يتقنوا اللغة العربية أروا كان جيت عن الامكانيات رانا كنا نفس السوريين في وقت من الأوقات أروا عنا في الإذاعة الوطنية أصوات وإتقان كبير للغة العربية إنا نتفكر روحي خدمت مع أنور العيشي مع اللي كيف هذيك أروا تتعلم يلزمك تتعلم تحكي بالعربية ويلزمك عنا طوى من استحضرش لسيمي مي عنا برشة مواهب وعنا برشة شخصيات تاريخية عملونا مسلسل تاريخي حتى تنجم تبيعه عنيش ما تخممشت بي عنيش نجم تسوق له لتلفزات أخرى لدول أخرى إذا كان سورتوك كما قلت أنت المشكلة في لهجتنا الدرجة يخدم باللغة العربية مسلسل تاريخي وعنا البيزاج اليوم عنا الصحرة عنا الجبل عنا البحر عنا المناطق الأثرية عنا وين نصور عنا المواهب عنا المواهب بيانصير لغتنا العربية من أحسن اللهجات في العالم ودايور برشة يمشيوا ومعنا يشاركوا في أعمال عربية وحتى مسلسلات تصوروا في تونس وشاركوا فيهم ممثلين ونجومة وينسا فما مسلسل ما زال ما تعرضش ما زالت فيه شوية بشكل تطرق العالية ولكن هذا ينجم يصير في تونس ونجمو نربحو بيه برشة فلوس ونجمو نخليو ممثلين يشتغلو ولي تكنيسيا بتاعنا يخدمو وشوف في فاشا العجلة الدورة ولعبية تعرف تونس تعرف تونس في تركيا ما يصور لك الدار إلا ما يتعدي لك على تركيا كاملة عرفت اللي بخيز تبدأ من فوق بشي بيع لك السياحة متيعو راهو عنا احنا عنا مش كين الامكانيات راهو عنا البخل زي دا صحيح عنا البخل ممتازة فكرتك جي هنا بالحق قسيمة عنا البخل أمان ركت نجم ملا شيء تعمل شيء روق بل كنا بميكروت تلمع ليه الناس الكل ويتعدى عمل إذاعي ممتاز لغة عربية ممتازة ممثلين كبار وكين وقبل ما يخافوش إنهم يشاركوا معهم المواهب ويعلموهم ويقريوهم ورشيد فكالإذاعة وجو كون تدخل للغيسبسيون تعال إذاعة الفوق تلقى العبيد بوراقة وتقرأ موينو هذي كان ما فهم حتى شيء يا مان بالحق ما فهم حتى شيء مسرح المدرسي من عدم نحب على مسلسل أنا ندى نحب على مسلسل تاريخي ندى 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 نحن حاجي دبوا نحب على مسلسل تاريخي لازمنا نعملوا مسلسل يلزمنا لتونس لازمها تعمل مسلسل تاريخي لأنه تاريخنا كبير وفي برشة شخصيات وفي برشة في عندك شواء كبير وفي كل شيء في كل شيء عنا كل شيء إلا حتى الإمكانيات مش مشكلة عنا إحنا البخ الموجود بإن شاء الله نراو عمل تاريخي بيانتو مش لازم في رمضان برب يزيد احنا ربا خلنا راو كالحكية رمضان مسلسلت رمضان يوسيوي مسلسلت راو ما عادش رمضان يوسيوي مسلسلت تنجم كيمال اوتوب سيزن اللي عملو فيه مناجحين اي 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 اذي خارج الموسم يسمى العمل خارج الموسم عندك احنا احنا مش نعطيك حاجة انا مش نعطيك استيوس صغيرة ينجموا توينسة كيمة سونيا بن بل جيسم قادة تخدم في بعض الاعمال اللي انبعض باعتها لمنصة شاهد انجموا نصوروا مسلسل تاريخي وانبيعوه لمنصة شاهد ويتعرض في قنوات عربية وقدش ولد سهلة الفكرة اليوم فقط يلزم للتنفيذ وواحد من المخرجين الى يول كوراج ياخو يتشجع شوية ويعمل لنا عمل تاريخي كيما نستنعي ننتظر عمل تاريخي ان شاء الله ان شاء الله على قريب نمشي والمتحة العدل المنتج الكبير اللي تكلم على رجوع شيريهان في مسلسل ادرامي قال كان مخلطنيش في رمضان هذي ان شاء الله هنعملوه اوت اوف سيزن معناه شوف انتي المنتجين الكبار من اكبر راهو متحة العدل من اكبر منتجين وقال لك الاوت اوف سيزن وشيريهان اماجين شنو يعمل يقلقش هو عارف اللي شيريهان بيش تبيع له حتى خارج الموسم وعارف اللي العمل امتاعه كي بش تعرض البره بش يجيب اش هارو بش يجيب دي سبونسور عليش نحصره ان شاء الله مبروك كيف تعمل اوت اوف سيزن ملا ان شاء الله مبروك وملا ضحكة راهو تفرجني فيه ومحليه عالاخرش بينا ما منلومش على القطاع الخاص انا انلوم على القطاع الترفزة الوطنية تحركنا شوية والاعادة به يا اما يا كومي مخلي الاعادة واعمل جديد ولاحظة كنجوي خلصو في العباد في الاعادات يالله كريت ستاتيوت دي جال السيناريستو سيم عبدالقادر اعماله قادة تتعاود في الوطنية وياخو سبعين دينار في العام معناه على على الاعادة وهذه بصراحة حاجة ما 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 نعرش كيفي بش نعلق علينا خليك تعليق لكي لا والا بش يقول لك التعليق انا خاتر نحب نقولها لحكاية هذي اه يخي شوف لي حل انا ساعات نشتبش نشتبارش يشوف لي حل يخي هو يجيب في اشهارات عظيمة وارقام راهو كبيرة يسر لا عمولنا بهم راهو ما نحسبتهم المريفية سبع اشهارات في في فالبوز بيوب فقط اللي هو اقوى البرامج اقوى البرامج اللي صارت في التلفزة ونتفكر اينا قبل عندي ما نقول لك في تومبكو اللي كان يدخل اشهارات يعني كبيرة وكثيرة يعني ما ما وصلتش معناها بالكم هذي وسيمة اراكت يا اخويا اعملنا بهم وسلسلات وإلا خلص بهم لعبات اراهو مثلا فيصل بزين اراهو اينا نعتبره الممثل الحاضر الغائب رقم واحد في تونس اراهو يتعدى في الخطاب على الباب يتعدى في منمتع روسية يتعدى في شوف لي حل وما يتعدش في رمضة ونلقوه في رمضة فالسرهيلي هذي كيفية كانت عباد تكتب له سور مزور فيصل فهمت كانت عباد عارفة موهبته عارفة انه هو بخمقلك انا وبرسوناج ما عنيش منه بارشا في تونس في شكله في حجبه في هيقته في طريقة اداءه ما عنيها فيصل بزين ما عنيش منه بارشا ما عنيش منه بارشا ومسكين موجود تحل انهار بش تحل فريجي ديرك فيش يقولوها يخرج فيصل بزين معناها ليهو يمثل ولهو يخلص ماهوش قاعد يخلص في رمضان ما فهميش والراجل قاعد يعمل في المسرح في رمضان في المسرح اما لو تلقاه في التلفزة رو خطر عادي في رمضان مع العاشر يعودونك الخطاب على البيت يعني معادلة متجمش تفهمها اذي الكل رو ماهوش معناها كيفيش نقولوها احنا نحبو بالعكس نحبو الوطنية تتحرك شوي وذي الكل من محبتنا للتلفزة الام اللي الكلنا تربينا عليها وتلفزتنا الام من حقنا انا ندللو عليها ومن حقنا ان نروا انتاجات جديدة نداء من مبدأ الغيرة على المرفق الوطني لعكسر لاقل نختمو في سعب ليلة عبداللاطيف ليلة عبداللاطيف انفيت شائعة موتها تكلمت قالت يا جمعة راني مزلتوني راني نخدم على العطر المتاعي اللي حكينا عليه راني انا بالليجوز نحب نعلق على الموضوع اللي كنا نحكيو فيه شكوني ليلة عبداللاطيف نقرأ في إشاعات وتعوافات ولكن لا تأكيد ايه تكلمت هي وليه فهمها شكوني معنيها ماكتعرفتش في لي كومنتيرك الله يرحمها ويعرفوا راولي هي شئة معنيها تكلمت وخرجت وقالت ليه راني يلبس عليها وذي كإشاعات معنيها مربوطة مربوطة بال دي ما مشو نقولك باش مربوطة معنيها تنبأ على وفيتك ماكتتنبأ انتي دي ما فهمتش يحبوا يعملوها كتولي كالفازة هكتتنبأ انتش بك ما تنبأش بوفيتك على خاطر هي كانت تحاضرة هي ازداد تعمل يا سر جادل لراهو كانت تحاضرة في برنامج مصري تنبأت للمذيعة سنة وفيتها والعلم وعند الله فيها دونك كل واللي وكل يفركسولها على الأقل حاجة بشي قلبوها عليها انا الحق نسمحها جسد مش نضحك لأكثر الأقل لانه بصراحة لا نمن بتوقعاتها لا بتنبؤاتها لا هي لغيرها كيف كيف برشة من الناس اللي ما يمنوش سقطوا توقعاتها معنا احنا ممشيت الجملة لا جملة لحد الآن انا قاعد نستنى في بعض البوادر من دبي دبي دب دوبة صغيرة مارينية بشئر هكا نفكر اللي هي عندها تلات سنين من اللي طلعت تقريبا ثلاثة سنين من اللي طلعت مع هدي زعيم وقالت انه في ظرف ثلاثة سنوات يعني ومع سيمي زيد مع سيمي فهري تعديلت مع سيمي اي فكرة سيمي الفهري وسيمي مانيها ما كتعرفوا كيف ماني قدشت فيها السيح يعني ما تراجعتش يعني قتلك وما هيش متراجعة يا راول اليوم قتلك اينا قلتلكم تونس شوالي كي دباي يعني تونس بشوالي كي دباي يالله اسبيغونت غلطت في العام غلطت في التوقيت قلت ثلاثة سنين وهي تقصد خمسة هي سخانة ولا تغاتي على دبي لا هو بدينا بدينا بسخانة وهي صحي تبدينا بسخانة على أمل انه نشوفه بعض البوادر اللي تعطي على دبي على نقل شوية أموال شوية بيترول شوية عقارات شوية نتيحات صحة نتيحات صحة بأي حاجة تعطي على دبي مبدئيا فما كان الحرارة المرتفعة اللي بش نرجعو لها بعد شوية مع منة الحرارة مازالت متواصلة ومازالت عالية رغم ذلك فما أمطار تعليقا على موضوع المسلسلات التاريخية يقول زميلنا ملك خالدي يبعث لي على الخاص يقول لي بالحق أنا باهت حاجة مؤسفة ليش ألطوا معناش مسلسل على الزعيم لحبيب بورجيبة إلى حد الآن يعني واحد منها يعني زعيم تاريخي لتونس كالكسوا بمختلف الحاجات اللي أعملهم واللي قالهم وسوي كنت معاه أو ضده لازم يتعمل مسلسل على حبيب بورجيبة هو كان يعني مسلسل لأسيمة يعطيه الصحة هو في الفكرة هذية أنت في أي مسلسل بش تتطرق للبيه والخايف منتع الشخص أما عندك شخصية كما شخصية لحبيب بورجيبة الزعيم لحبيب بورجيبة مستحيل تيحش ما كي ما عندك ش فيلم أنت هكيكة في بالك حاجة تحشم هذية معنى أنك عندك مهرجين السينما متع كرتاج وعندك يعني رهي تونس كن وجوها بالذمة أكبر الممثلين العالميين والعربيين والشرقيين والكل وفي الأخر ما عندك ش أنت حاجة بشتوري تونس معنى يا راهو بالحق راهو عندك عندك حنى باقل اسمعني إجا نقول لك أورا تنجم راك أسيمة في القريب العاجل تلقى فيلم على زعيم لحبيب بورجيبة فيلم ما هو ش تونسي ينجم هذيك اللي يزيد وجعل قلبك معناه هذي اللي ما نستنعوه شها ماذا بينا احنا نكونوا سبقين فينو نعملو فيلم على الرئيس اللي راحل السابق لحبيب بورجيبة مرسي جيهان على مختلف الأخبار اللي بالحق راهو تحل بالنقاش على الواسع ومهمة جدا راهو الأخبار اللي جيب فيها رغم أنه البعض يعتبرها هكا متفرقات ما تهمش شأن العام ولا تتسمي بعض التفاهة حص ما يسميوها البعض أما يتفرجوا فيها أما يتبعوها ويتفرجوا فيها ويستنوها وراهو كي تتعدى حاجة ما يسمعوش بيها راهو يركزوا يعاودوا يتفرجوا من الأول وجديد أنا واسمها أحنا شعب بصراحة أحنا نحكي وسيمة لحكايات في الظاهر أنها أما كي تتعمق وتلقى اللي أحنا مثلا عننا طوى قديش الوقت وفوتنا وقت الفيب سامحنا عزة نحكي ونديق للتلفزة الوطنية معناه مهم جدا نصور الشعب كامل تونسي يحب على مسلسل أبار شهر رمضان ومسلسل تاريخي وشخصية تاريخية ونس كل شكلنا هذا مطلب وطني وشعبي راهو مطلب وطني وشعبي إنه مسلسلتنا تكون على دير العام وحق من حقوقنا زيدا طبعا حق مشروع حق مشروع عايشك وسيمة يلا نتقابله معك غدوة في أخبار جديدة وفي متفرقات جديدة نجيس بش نخرج معكم بيبو نرجع بعد نحكي على حالة التقس ومستجداد الوضع الجوي يا فهم يا فهم خليك دي ما بغوش يا فهم دنيا أحلى أمتي أحلى مع أحلى لتيولي يا فهم يا فهم احلى رجل 11 و 48 دقيقة ما زلنا مواصلين معكم حتى المادي ساعة في رحلتنا لتتواصل بكم لثلاثة سوية من العشرة المادي ساعة طوى تدخل بحثينا منها كما قلت لكم بش نحكيه على تطورات الوضع الجوي هل أنه فهم أمطار منتظرة اليوم العشرية وفي الساعات القادمة ولا لي شنية آخر التساقطات اللي صارت في عديد المناطق من الجمهورية بكميات مهمة ومتفاوتة إن شاء الله ربي يرحمنا إن شاء الله أمطار خيرة على الناس الكل بطبيعة الحال بش نعرف هذا الكل نتوجه إلى المعد الوطني للرزد الجوي هك أولي من أي عسيمة وسيمة عسيمة ناس الكل تصلنا بالمعهد الوطني للرزد الجوي حابنا نجدو ناخدو أكثر تفاصيل على اليسار البرح يعني التساقطات الأخيرة العمطار الأخيرة بطبيعة الحال نجدو نعرف وإسكوليو ما معناها بشي تعاود نفس اليسار البرح وإلا لي وشهو الاحتياطات اللي يخذيوها شرتو السيناريو في تونس الكبرى البرح هنا شبه عاصفة في تونس الكبرى ولعبيت قاعدة خايفة خاصة من وضع يعني صورة اللي سمالي كانت صفرة تقريبا وهذيك هي طبيعة صحب الركاميلي بطبيعة الحال من أجمي وضحينا كان ضيفنا شكونا المهندس اللي معنا اليوم يحضر معنا بستليفون سيدة رحال سرحان الرحالي مرحبا سي سرحان أهلا وسهل أهلا وسهلا مرحبا بكم مرحبا بياسين وكل مستمعي ربي فضلك سي سرحان نبدأ بالتوقعات خلال ساعة القادمة ولا نبدأ بالتساقطات اللي شهدناها في الأيام الفارض هذ نستعرضوا شنو اللي صار خلال 24 ساعة الفارضة نمدوكم بكل المعلوماتهم بعد نعمل التوقعات بتاعكم كما لحظت وصحيح خلال يوم أمس في فترة ما بعد الظهر ظهرت الصحوب الركامية الرعدية اللي في ذرف وجيز بطبيعة الحال تعطي كميات هامة ومعتبرة من الأمطار لكن كذلك رياح قوية ومنجموش نحكيه على عاصفة لكن نقوله رياح قوية أثناء ظهور الصحوب الركامية تجاوزت لمية وثمانية كيلومتر في ساعة بتونس قرطاش مية وثمانية كيلومتر مية وثمانية كيلومتر يعني رياح قوية سما قوية قوية نسبيا قوية في حقوية برشة ممكن حتى كانت لها تأثيرات على الأشجار وتأشجار زوجاج مهشم يعني في بعض المحلات هذا ما لحظناه عبر صور القمر الاصطناعي نستبشر بالأمطار الصحيح لكن نأمل ديما لكون دون خسائر مادية أو بشري هذا طبيعي يكونوا هذه الصحوب الرعدية اللي تظهر وتتشكل في مناطق عديدة من الشمال الوسطة وحتى مناطق الجنوب الشرقى على غبار الليلة الفارتة اللي في الحقيقة أحنا أحيانا نجمو نتبعها ونشوف وتطورها من خلال صور القمر الاصطناعي هي تنبؤات صعيبة في هذه الظرفية في هذا الظرف بالذات عليش على خاطر صحوب الرعدية تظهر فجئية ثم تتفرع نحو المناطق الشرقية وفي وقت وجهيس نجم تعطينا كميات هم على غيرها اليوم أمس نستعرض الكميات بإجاز بولاية زغوان تروحة الكميات مبين مليمتر إلى 21 بصدوات الكبيرة 20 بصواف وولاية المناثير أيضا على كمية كانت 32 بزرمدين 25 بكل من المعتمر وجمال بالنسبة للمهدية أعلى كمية كانت بأولاد الشامخ 18 مليمتر القايروين 13 بالعالية وصبيخة وبلغة 20 بالشبيكة سيدي بوزيد 10 مليمترات بالفايز وكذلك 17 بولاية حفوز بولاية باجة مبين 3 إلى 20 بمجهز الباب ولاية جندوبة أقل مبين مليمترين إلى 3 بفرنانة أيضا الجنوب الشرقي تحديدا بسفاقس سجلنا مليمتر إلى 2 بالعامرة ولاية بنعروس أكبر كمية كانت بمهل 20 و28 بالمحمدية 18 كانت بحمام لم تونس قلتاجة 11 مليمتر صحيح طواليين كنشوفوا 11 مليمتر ما هيش كمية كبيرة لكن البارح تحديدا مع ساعة الخامسة مساء انخفضت مدى الرؤية الأفقية نتيجة هبوب رياح قوية يعني ولحظنا حتى جميع السيارات أشعلت الأضواء يعني نتيجة انعدام الرؤية تقريبا نتيجة هذه الصحب اللي تتشكل فيها دوران يعني هوائي للرياح يجاوز كما 10-108 كم في الساعة وبالتالي كانت لها تأثيراتها الجانبية على العديد من الأمك سيسرحان هل صحيح انه صحب هذه الرقمية اللي تشهدها تونس الفترة هذي ضعيفة كيفش نقول واحنا تنقلها يصير ببطء معناها كي تتعدى فوق منطقة تقعد برشة ذيك عليش التساقطات تكون بكميات هامة ذيك عليش الأمطار تكون قوية نعم انتي دخلت هنا في الأمور التقنية كيفية تحديل الوضعيات الجوية هذا يطلب يعني حد أدنى من المعلومات كذلك يطلب لده خبرة معينة عليش خاطر احنا كنشوفوا الصحب الرقمية تتشكل في مكان ما نجم نتابعها ويكون نشوفوا ما صارها الانتقالي من الغرب إلى الشرق عبر مستوى الرياح في الطبقات العليا توصل حتى ال700 كتو باسكال نشوفوا الرياح هذه شنوها وين بيش تهزلنا الصحب الرقمية نشوفوا في المستويات المخفضة والمستويات العليا للرياح باش نعرفوا اتجاهات هذي الصحب الرقمية اللي فالحقيقة نجم تكون في ظرف آآ في آلن واحد تكون موجودة في الغرب نجم تكون موجودة في الشرق يعني موزعة من جموش نحصروها وهذاك عليش احنا قلنا هذي نجم تكون التوقعات الحينية في البيبيزيون حينية بالوقت نتابعها من خلال صور القمر الاصطناعي الملاف الوحيد هو صور القمر الاصطناعي احيانا لكن وحنا ملاذنا الوحيد للمرس الوطن للرسل الجوي اللي هو يعطينا آآ ما آآ تدلوا عليه صور القمر الاصطناعي نعم اذاك عليش نحب سؤالي جوست آآ سامحني سيسر حان من هنا اللعشية وقت يش بيش تبدأ آآ تغيرات في نشط وتغيرات وهذاك عليش احنا بعد كل التحليل في النماذج العاددية الرقمية صور القمر الاصطناعي نقوم بنشرات المتابعة متعنا نشرات المتابعة متعنا دي ما تتبعوا فيها نعتقد اللي يكون الكل يتابع فيها نظرا للوضعيات الدقيقة اللي عادة تكون دي ما بعد ظهر كان اللي منذ النصف الثاني من شرعوت واحنا في هذه الخلايا الرعدية اللي تعطي فيه وقت وجيز امطار احم اليوم ان شاء الله اصدرنا نشرة متابعة تحت عنوان امطار موقعا رعدية ومحلية غزيرة بتبيعة الحال بيش تكون هذه الامطار بعد ظهر بالملابط الغربية صحيح تتنقل تدريجين لتشمل الجهات الشرقية تكون احيانا غزيرة خاصة المرة هذه حددنا بعض الاماكن توقعنا وحددنا بعض الاماكن على غيرار الولاية زهوين تونس الكبرى اريانا تونس منوبة بن عروس ونابل وتوصل حتى المحلين جهة الساحل نقول محلين جهة الساحل ماويش الساحل الكل ماويش القيراوين الكل بعض الاماكن من الجموش نحدوها تحديدا خطر احنا نتعامله مع ظهر جوية مضطرفة نقوله محلين جهة الساحل شامل ولاية القيراوين شامل ولاية سوسة هذه الاماكن اللي تتراوح فيها الكميات ما بين 20 الى 40 ملي متر نتصور هذي كميات محترمة في ظرف زمني وجيز نتحصله على 40 ملي متر في هذه الاماكن بتبيعت الحال مع تسقط البرد باماكن محدودة وكذلك سرعة الرياح اللي بيش تتجاوز مؤقتا 90 كم في الساعة بتبيعت الحال في شكل هبات وهذا نتيجة هذه الصحب الركامية الرعدية الحمد لله يعني تقريبا الكميات كانت متفاوتة على اغلب مناطق البلاد نستبشر بهذه الارقام ان شاء الله يكون موسم في لاحي واعت يعني البدايات جيدة لكن بتبيعت الحالة ردوا بالنا ان شاء الله تكون ايضا امطار دون خسائر مادية او بشرية الحظر واجب الحظر واجب الحظر واجب من خلالكم ومن خلال من موقعنا هنا ندعوكم ديما الى متابعة المحض الوطني للرز الجوي تقريبا الجهة الوحيدة المخولة لي بيش يعطي المعلومات البلاغات التحييانات الكل منتبعوش هذي الركز عليها سيسر حال منتبعوش الصفحات والغروبات منتبعوش الصفحات فما صفحات ريت هاول فما صفحات تعطي في معلومات مغالطة الجهة الوحيدة يعني المحض الوطني رززو تقريبا بشبان وخبرات بمهانسية بتقنية الكلهم يخدموا 24 على 24 ساعة علاش لحماية الممتلكات الافراد العامة والخاص وكذلك بش يعطي معلومات دقيقة بعد كل التحيين احنا من نجمو ناخدو نعملو نشرة متابعة ولا نصدروا بلاغ الا من نتفقو جل المهانسين كل واحد يقدم رأيه وفي الاخرى نخرجو بقرار بش يكون قرار مواحد يعني مغير مغالطة مغير يعني تهويل مغير يعني مبالغة الكلنا متجندين بش نعطيو المعلومة موجودة في ففحة الويب موجودة حتى خريطة اليقظة تنجم والتبعها وكل ولاية واي لون يعني تنجم تستأثر بكل ولاية من حيط الظواهر الجوية درجة الحرارة موجودة سرعة الرياح كل شيء موجود معليكم كانت زوروا موقع الويب وان شاء الله ما فما كان الخير كل المعطية متوفرة على تروا دو بلو في ميتيو بونتين مشكور جدا معهد الرصد الجوي ومشكور جدا المهندس سرحان الرحالي على كل هذه التفاصيل شكرا جزي سرحان شكرا جزي سرحان إن شاء الله عمطار خير وإن شاء الله دون خسائر تذكر مشكور أمنا على التواصل مع معهد الوطني الرصد الجوي لأنه بصراحة الأمطار اللي رينيها مؤخرا نتخلي العباد الناس كلها ساعة تحب تستنى في المطار والناس كل تحب تشوف التغير في الوضع الجوي ونحبو زيدا التقسي يبرد شوية حتى أنيسة كي قلت التقسي يبرد عينيها لما تحكى وفرحت وتحب كلوبه كلوب الكلنا نحبو على التقسي يبرد بعد شوية بش نحكيه معا البنكيجي على التسهيلات اللي نجمو ناخذوها كي نبعثوه مشروع جديد زيدا كيف كيف محمد شيحا مش يحكينا على الهندام في المؤسسات التربوية والتعليمية ومازالوا عنا برشة تفاصيل في ساعتنا ثلثة الرحلة متواصلة معكم حد المادي ساعة نخليكم مع الميتيو جي جي وانيسة مكسيح في نشرة الأخبار وانا نرجع لكم بعد شوية باي باي